أبو تريكا دخل السياسة في الرياضة؟ آه دخل السياسة في الرياضة ما فيش ظهر يعني مش هنقد نضحك على بعض أبو تريكا ما طلقش يسلم على طهرابوزيت وزير رياضة؟ آه ما طلقش يسلم على طهرابوزيت وزير رياضة أبو تريكا كان من أسبوعين لابس تيشيرت مكتوب عليها 44 في جنوب أفريقا واتمرن بيها مرة واحدة؟ آه حصلت ممكن ما يكونش حد يسمع عنها أبو تريكا رفض يسلم على الوزير طارة بوزيد في المطار وهو بيودع آه حصل أبو تريكا رفض يسلم قبل كده على مشير تنطوي ممكن نقول دي مشاعر بعد قتل 72 يعني مشاعر لأبو تريكا ولكن هل أبو تريكا أخطأ يوم المباراة بعدم تسلمه المدالية؟ أخطأ هل دخل السياسة في الرياضة؟ دخل السياسة في الرياضة لابد أن يعاقب؟ لابد أن يعاقب يعني احنا بنتكلم بقى حقاق الحاجة أحمد عبد الظاهر غلبان يعني أحمد عبد الظاهر مالوش نفس الجماهرية والنجومية أحمد عبد الظاهر غلط غلط كبير ورغم أن كانت نساء دعب حفيز قال له قبل المباراة وقال لكل اللعيبة وحذرهم أن ما تستعملوش أي شعارات سياسية ولا حد يعمل أي حاجات لها دعوة بالسياسة ده قبل المطش على طول قبل ما نزله ورغم ذلك تحد أحمد عبد الظاهر هذا الكلام وعمل لعمله أبو تريكا علاقته قوية جدا بالأولتراس والأولتراس شيء مهم جدا لأبو تريكا لدرجة أنه قرر أنه ملعبش مطش أمبي في السوبر عشان خطر الأولتراس وأيضا ما جاب جون في جنوب أفريقيا راح للأولتراس فقط وراح لكيرشا أقول لكم مين كيرشا وما جاب جون في مصر راح للأولتراس وراح لكيرشا اللي هو أحد كابوهات النادي الأهلي راح لهم فقط الأولتراس وابتدى يعمل لهم كده زي ما أنتوا شايفين والمرة التانية راح بارتو ورا جون فاكرين في المقولين العرب إيه الحكاية يا جماعة الحكاية إن أولتراس كيرشا ده أحد من ينتمو للأولتراس أو أحد القيادات عامل كافيه في منشية البكري ميسميه كافيه أربعة وسبعين على الشهداء الأولتراس تخيالوا يا جماعة أنتوا عارفين اليافطة دي اللي بتبقى مكتوب عليها مثلا كبيرة بتاعت الحكومة تاعت الحكومة اللي هو ألك مثلا يمين منشية البكري على طول جامعة عين شمس معرفش مي روكسي راحوا دهنوها كلها وعملوا جرافتي لأبو تريكا رقم 22 قدام الكافيه على طول والحكومة ملعاش علاقة وما تقدرش تمسح هالبتاع أبقول لكم ده اليافطة بتاعت الحكومة اللي بيبقى مكتوب عليها يأسهم يمين سهم الشمال حاجات من هذا القبيل أبو تريكا بيقعوا روح يقعد مع كرشة في القهوة بيفطر معاه في رمضان بيساعدهم في بعض الأحيان في التذاكر السفر لجنوب أفريقيا وعايز أقول لكم أن تذكرت السفر لجنوب أفريقيا بتاعت 8000 جنيه والإقامة هناك مع الأكل في 4 يام بتوصلها 12 13 14 15 1000 جنيه سافر 11 واحد من الأولتراس الفلوس دي منين يا جماعة معظمهم بسطاء فيهم مقتدرين نوعا ما ومعظمهم بسطاء كل مرة وسافروا ليوبار وسافروا سافروا في كل حتة بعضهم بينتمي للإخوان آه بعضهم بينتمي للإخوان بعضهم بينتمي للإخوان عقيدة ممكن والبعض بينتمي مصلحة ده حقيقي أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة كريم عادل كريم عادل أحد اللي كان بيقوله على بعد المجزرة البورسعيد على كل العيبة النادي الأهلي إن هم مش رجالة وإن أبو تريكا بس هو الوحيد اللي راجل ده كريم عادل كريم عادل عمل إيه ليه قرروا إن هم يطلعوا برة الأولترس كأحد كابوهات الأولترس والمعروفين أوي طلعوا برة ليه لأنه راح المغرب وقيل إنه قاعد مع كامل أبو علي وكامل أبو علي ده له مبلغ من المال وقال له لو سمحت اتفق لي مع أسر الشهداء عشان قاعد معاهم ويعني ما معناها الدية أو ننهي الموضوع من هذا الكلام وكان مع واحد اسمو تيكا برضو من الأولترس إما عارفوا أولترس في مصر إنه قاعد مع كامل أبو علي والعرض ده طلعوا كريم عادل وتيكا ده من الأولترس نهائيا ودخلوا مكانه أحمد إدريس أحمد إدريس ده برضو أنا أحد الأولترس بس ما كانش كابو خلوا كابو مكان كريم عادل وبعدوا كريم عادل نهائيا عن الموضوع أبو تريكا عن طريق شركة محمول معروفة في مصر خد فلوس ووزع بعض الأموال على بعض أسر الشهداء وده حاجة مشعيب عن طريق شركة محمول وأبو تريكا يعني يرى الأولترس ملائكة ولا يرهم يخطئوا تماما وده كلامه على طول في أي حتة وهو بيرفض إنه يسلم على الوزير الإنقلابي طارة بوزيت كما يقول أبو تريكا رغم إن على الفيسبوك بيحطين له صور هو وجمال مبارك حطين له هو وحسني مبارك يعني بيروح يقابله ويعود معاه وبيبوسه ويحضنه ويتصور مع جمال مبارك عادي جدا وعلاق مبارك عادي يعني وبياخد منه الميدالية فهنا على الفيسبوك بيقولوله يعني إيش معنى أبو تريكا ما أنت يعني الإخوان يعروا إنه دول فاسدين ودول 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 وإنت كنت بتسلم عليهم مش معنى المراضي مش عايز تسلم على مراضون النيل كابتن طهرى بوزيت وكابتنك في النادي الأهلي على عموم أبو تريكا لنجوميتو والوقوف أولتراس وراء أقول لكم من ضمن الحاجات كمان أولتراس يوم تسعة تلاتة يوم ما اتحكم بالإعدام على واحد وعشرين واحد في بورسعيد بسبب قتل اتنين وسبعين شهيد الله يرحمه من رب فيه كشك أمام من بر بر النادي على طول اللي هو وانتوا داخلين بعد الأوبرا كده شمال فيه كشك لازق في باب النادي الأهلي اللي بيودي على الملعب على طول كشك ده بتاع واحد اسمه عم سيد يوم تسعة تلاتة إما راحوا عند النادي الأهلي كشك ده مقفول خالص تم تكسيره نهائيا واتاخد كل حاجة فيه شوكولاتات وحاجة سقعة واسودة وبطاطس وكل حاجة ويتنهب يعني وكانت تكلفة البضاعة دي حوالي 6000 جنيه والتاع الراجل عم سيد ده الغلبان دور على الأولتراس راح لبعضهم في السيدة زينب جمعه لألف جنيه والدهول ده برضو من ضمن الحاجات اللي انتوا حابين تعرفوها هنا السؤال بمنتهى الصراحة النادي الأهلي كان قوي جدا مع أحمد عبد الظاهر جدا 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 لخلطه السياسة برياضة أما مع أبو تريكا فالوضع مختلف لم يعاقب أبو تريكا ولم يعرض الموضوع على النادي الأهلي رغم أنهما يعلموا تماما أن رفض أبو تريكا لاستلام الميدالية لأول مرة كان بسبب عدم اعترافه بهذه الحكومة لدرجة أن جريت الشروق الغريبة جدا جزائرية الناس كان بتزعل من البعض أن احنا بنتكلم والإعلام الفاسد المصري اللي وقع على علاقات من مصر والجزائر وإحنا أعترف في يوم الأيام أن أنا أخطأت في بعض الأحيان في بعض التصورات والشعب الجزائري على راسي من فوق ولكن يبقى الإعلام الجزائري يتدخل فيما لا يعنيه جريدة جريدة الشروق بتقول الإنقلابيون يطالبون بقضع يد لعب الأهلي رفعه شعار ربعة قال له أياد المصريين على قلوبهم بعد الشوت أول عقيم وكان الإقصاء قريبا منهم يعني كنا هنطلع برة حدثت الوازبة في الشوت الثاني حسجل أبو تريكا المخضوب عنه من طرف النظام الحالي للبلاد الهدف الأول يتمكن زميل أحمد الظاهر من قتل هذا مراد ثاني ولكن قتل أيضا قتل أيضا الذين كانوا أرادوا أن يقولوا أن مصر جميلة بآمانها وانتصاراتها في عهد السيسي حيث قام اللعوة الظاهر اللي يبلغ من عمر 29 عاما يعني ما معنى ها وهو هزى الإعلام الموالي للنظام وكلام من هذا القبيل هذا هو الإعلام الجزائري الذي يحاول أيضا أنه يعني مش عارف أقول إيه والشاهد على هذا الكلام هو الشعب الجزائري كان في كلام أن أبو تريكا هيعتزل ومش وحيا الناس وخلاص مش رايح النهاردة أبو تريكا موجود في معسكر المنتخب استعدادا لمباراة غانا وبعدها هتوجه لكأس العالم للأندية دي كانت أخبارنا تعالوا نشوف بس برضو أبو تريكا وكالعادة وهو يدافع عن طبعا الألترس في قناة 25 اللي تم أفلها قناة الإخوان المسلمين مع وائل شيتوس ماذا كان يقول ونجعلك تاني كلام ما اسموه عند الألترس وبيحبوك حب شديد جدا والألترس دلوقتي ضد الإدارة بتاعت النادي الأهلي ما تكلمتش ليه بواقع ان انت شايف هو يعني أداء كويس من الإدارة طب ليه ما تكلمتش ليه مع الألترس تقول له موجيت نظرك بص أولاك الحاجة برضو الكلام عشان يبقى واضح وصريح علاقتي بالألترس بدأت من بعد الحدثة مجزر البورسعي أنا لم ما كانش ليه علاقة بيهم ولا كنت تعرفهم ولا 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 حكم اللي أنا تعيشت في هذه الحدثة لم أرى منهم إلا الوفاء لم أرى منهم إلا الإخلاص لم أرى منهم إلا الجدعانة والرجولة تمام الرجولة والجدعانة والشهامة للأسر اللي أولادهم ماتت ومدى الإصرار أن ياخدوا حقوق هؤلاء شفت فيهم الشهامة بتاع المصريين شفت فيهم الجدعانة بتاع المصري شفت معهم معهم معاشوا مالح فكل ده ينصب ده كلام أبو تريكا لم أرى إلا منهم لم ترى التكسير يا أبو تريكا لم ترى التكسير الطرات لم ترى تكسير الملاعب لم ترى الاعتصامات والمزارات وقفل الطرق على فكرة أبو تريكا راح عزة في عمر حسين اللي مات في الوايت نايتس وكان راح مع كرشة برضو يعني كان راح هو كرشة خده وراحوا العزة لعمر حسين شهيد الوايت نايتس طيب دي كانت قصتنا النهاردة كان فيه قضية لنادي الزمالك النهاردة تم تأجيلها اليوم سبعتاشر الشهر اللي جاي وأيضا آه والله يرحمه النهاردة فيه لاعب مهم جدا كان من لعبة المميزة ما لعبش كتير حاتم الكردي حاتم الكردي لاعب النادي الأهلي مات عنده 51 سنة وكان يعاني المرض الله يرحمك كابتن حاتم الكردي وأحمد عبد الزاهر مصدوم صدمة عمره وبيقول لم أتوقع ده أبدا وقال كل حاجة رزق على الله وده نصيبي أنا مكنتش بعمل الإشارة دي إلا للناس اللي ماتت بمختلف انتماءاتهم السياسية ده كان كلامه ويعني رغم أنا بقول لكم إن كابتن سيدة بحفيز قبلها قال له ما تعملش أي حاجة وأصر إنه يعمل كده سأعايز أقول حاجة يا جماعة عشان برضو الناس أحمد عبد الزاهر كان موجود في ربعة وأحمد عبد الزاهر راح ومجموعة راح تلعب كورة في ربعة وأحمد عبد الزاهر فضل يلعب أساسي ولعب في الدوري المصري وجاب جوان وفي بطول الأفريقية سوري ولعب عادي يعني في الماتشاط عادي ما حدش قال له حاجة على انتماءه السياسي كل واحد حر في انتماءه السياسي هدي خشبة بينتمي للإخوان في لعيبة عايز أقول لكم برضو من ضمن الأولترس يعني زي ما تعالفين أحمد عبد الزاهر وأبو تيكا والشريف عفضيل يعني تعطفنوا بينتموا للإخوان حتى شريف ما تم طرده في مباراة النادي الأهلي دخل بقوة شريف عفضيل على أحد اللاعبين مرتين وتم طرده من مفترض أن جميل تغضب يعني ده فاضل ربع ساعة ممكن لو جابوا جونة أو التاني وتعادلوا اتنين اتنين الأهلي يخرج بعد ما شريف عفضيل تم طرده الأولترس غنوله وندوه أنه ييجي بعد ما تم طرده في مباراة النادي الأهلي هنا السؤال يعني تدخلات السياسية أطبحت كثيرة جدا هل كابتن حسن حمدي ومجلس إدارته أيضا يعني هناك كلام من وزير رياضة كان منتظر القرار هناك كلام من مجلس إدارة ممكن يمشي قبل كده جماعة سمح داخل النادي الأهلي بيفط تؤيد مرشح على حساب مرشح هذه خشبة يؤيد الدكتور مرسي أبو تريكا يؤيد الدكتور مرسي لداخل النادي الأهلي دي برضو كانت شعارات سياسية داخل النادي الأهلي اللي هو نادي رياضي وسمح بها أحمد عبد الظاهر من وجهة نظري كان أخطأ ولكن الخطأ اه 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 اتدبح أكتر من اللازم بسبب أنه هو ملوش ضهر وملوش قوة إعلامية أحمد عبد الظاهر من وجهة نظري لن يستطيع أن يلعب في مصر في أي نادي على أموم أتمنى له كل توفيق وكل خير وكلنا بنغلط وفي النهاية هو قال أنا لا أندم على أن أنا عملت الإشارة ولكن أنا أعتذر للنادي الأهلي لأن أنا أقحمته في شيء لا يخص نروح لأغنية أغنية لفوز الأهلي والزمالك اللي احنا نسيناهم خالص بسبب دخول السياسة في الرياضة الأهلي يفوز يواصل لأس العالم الأندية الزمالك يفوز بعد طول غياب بكأس مصر هنروح لهذه الأغنية